اهلا وسهلا بكم في محاضرة جديدة من دورة برمجة المواقع العليكترونية طبعا بعد ما تعرفنا على مفهوم الفورم في المحاضرة السابقة راح نتعلم كيفية إنشاء هذا الجزء طبعا هذا الجزء هو عبارة عن ديف كبير هذا الديف راح نسميه مثلا كونتاكت بداخل هذا الديف اتشون وطبعا هذا الاتشون بطبعا بوردر بالضبط تماما كأنه هذا البوردر وطبعا عدنا هنا جزئين الجزء الأول هذا اللي هو فورم الاتصال والجزء الآخر اللي هو معلومات التواصل أو السوشال ميديا طيب نجي نفتح العمل بالبيج والستوديو طبعا هذا اللي هو الملف راح نفتحه بالبيج والستوديو كود راح نجي بالأسفل هنا راح نضع ديف جديد هذا الديف راح نسميه مثلا كونتاكت ومن ثم تاب طيب هذا الديف اللي هو كونتاكت راح نضيف له أتشون وراح يكون مثلا اسمه اتصل بنا كونترول اس نشاهد العمل راح نشوف هنانا عدنا اتصل بنا ظهرت بهذا المكان السبب انه عدنا هنا ديف وديف كبير وعدنا هنا ديف صغير فاصبح عدنا بهذا الشكل بسبب الفلاوت فحتى نتخلص من هذه العملية نطبق الأمر اللي هو الكلير بوث مثل ما تعلمنا بالدرس السابق أو الدروس السابقة طيب فنجي الى هذا الجزء اللي هو اسمه كونتاكت راح نجي هنا بالسي اس اس بهذا المكان راح نكتب dot conduct اول شي راح نعمله هو background color وراح يكون هذا ثاني شي راح نعمله هو clear و بوث كونترول اس نجي هنا نرفرش راح نلاحظ انه يصبح بمكان جديد منفصل طيب ممتاز جدا طبعا نجي هنانا بالاسفل dot contact h1 راح نضيف له خصائص طبعا هذه الخصائص راح تكون نفسها هذه الخصائص ممكن 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 تكون نفسها فقط انشوف الصورة نعم ممكن نفسها تكون كونترول اس او فقط هنانا عندنا الكلر راح يكون طبعا بلون ابيض كونترول اس ممتاز وطبعا عدنا هنانا البوردر يكون بلون ابيض ممكن اهنا كونترول اس طبعا البوردر ما راح يبين لان الحجم صغير طبعا هنا لازم يكون عندنا هاشتاج جيد طيب نجي نكمل اه بقية الامور طبعا هنانا باسفل ال h1 وحنضيف اه لي هو فورم هذا الفورم طبعا قلنا راح نلغي الاكشن حاليا ولكن راح نضيف لكلاس او ممكن نلغي الكلاس حاليا طيب بداخل هذا الفورم اذا لاحظ عندنا بعض الامور عندنا لبل وعندنا امبوت لبل امبوت وتكست اريا وايضا لبل ومن ثم عندنا زر وحن نكتب هنا لبل هذا اللبل هذا اللبل راح نمسح كل شي وراح نكتب هنا طبعا الاسم وراح نضيف انبوت طبعا راح يكون اه تايب تكست ممكن انه هذي الامور ناخد منها نسخ وهنا راح يكون البريد الاليكتروني طيب طيب ممكن نخليه اي ميال عندنا نوع هو اي ميال ممكن نتركها تاكست وما اكو مشكلة وممكن ناخد من يعني هذا وطبعا ممكن احنا نضغط على انتر وطبعا احنا نكتب text area ممكن تمام ونكتب احنا الرسالة طبعا ممكن بالاخير نضيف bottom وراح نكتب مثلا ارسال ctrl s نجي الى refresh هلاحظ انه عندنا هذا هو الفورم طبعا بشكل غير منظم نجي الان نسق هذا الفورم حتى يصير بهذا الشكل اولا راح ننطي قياس القياس راح يكون 500 راح يكون القياس 500 بيكسل فنجي هنا لالكود ممكن هذا الفورم يكون بداخل div ممكن يكون بداخل div فرح نضيف div div مثلا راح يكون div dot ممكن نسمي for ممكن وطبعا نضغط على tab هذا div نضغط على enter وهذا الفورم راح يكون كله بهذه المنطقة ممتاز inline block ال inline block هو يخلينا كل عنصر مستقل يعني مثل ما تلاحظون هنا انه كل العناصر متداخلة مع بعض يعني مثل ما تلاحظون هنا كلها متداخلة مع بعض حتى تكون هذه العناصر كل عنصر اسفل عنصر لابد انه نعمل في شيء اسمه inline block فنجي الى ال label فحتى نوصل الى label لابد انه نضيف الclass form ومن ثم label فنجي هنا بالأعلى بل css ونكتب .for ومن ثم label هذه اول شيء راح تكون display block display block راح تسوي لنا انه راح تضيها استقلالية مثل ما تلاحظون الاسم البريد الرسالة راح تكون مستقلة يعني هنا هذي مستقلة عن بعض حتى ان كان عندنا مساحة هذي مرح تصعد بالأعلى البلوك راح تبطيها حرية انه تاخذ سطر كامل اله وهذا السطر راح يكون خاص بها فقط وان كان اكو مساحة مرح يصعد اي شيء بجانبه بما انه وصلنا لهذه المرحلة خلي نمطي مقاسات لل input بما انه دف 500 خلي تكون هذه المقاسات كلها 500 فنجي اللي احنا هنا طبعا نلغط على dot for ومن ثم نكتب input وراح نكتب wait راح نمطي wait لهذا ال input راح يكون 500 بي اكس نجي ctrl s هلاحظ انه راح ياخذ 500 بي اكس ممتاز ممكن نمطي height ارتفاع يكون مثلا 40 بي اكس 40 ممكن هواي ممكن يكون 30 او 25 ممتاز نيجي ايضا ننسق textarea dot dot f o r textarea وراح نمطيها width راح تكون 500 بي اكس ممتاز ممتاز عدنا هنا الاسم اللي هو الابل راح نمطي color راح يكون f f f وراح نمطي font size وراح راح يكون ممكن 16 bx وراح نمطي margin ممكن يكون 10 bx ممتاز ممتاز اعتقد ان المارجن كبير ممكن المارجن يكون 5 وطبعا ممكن نمطي font weight bold جيد الآن جيد جدا بما انو نسقنا هذه الاجزاء واصبحت كاملة فنجي نسق الى الارسال وطبعا لا بد انو text area ايضا نمطيها display حتى تبقى واحدها راح نمطيها display وراح تكون block ممتاز نجي الى الخيار اللي هو ارسال طبعا راح نجي الى dot for ونكتب bottom راح نمطي بعض الاختيارات اولا راح نمطي color راح يكون f نجي هنا نجرب ممتاز راح نمطي background color راح يكون هذا اللون اللي هو التركوازي هذا اللون ctrl s نجرب فقط للتجربة ممتاز راح نجي نمطي مثلا margin 10 bx font size مثلا 16 bx font weight ممكن يكون bold ممتاز ممكن ننطي body body إذا نلاحظ أنه المسافة بالداخل صغيرة ممكن نطي body ممكن يكون 10 bx ممتاز ممكن نطي width 50 bx 50 ممكن نطي margin إضافة ممكن نطي body right 50 bx ctrl s ممتاز ممكن يكون 30 30 وطبعا body left 30 bx ممكن أني أشوف ممتاز فقط أنه ال body 10 y ممكن يكون 5 حتى يكون مستطيل أكثر ممتاز جدا الآن إذا لاحظ أنه هذه الأجزاء كلها ماخذ كل ال div لابد أنه تاخذ حجم الموقع اللي هو الف pixel فلابد أنه نعمل خطوتين أول خطوة هو أنه نضيف center إلى ال div الرئيسي اللي هو contact هذا contact نضيف center c c n t e r طبعا هذه الخطوة الأولى ناخذ هذا الجزء ونضيف طبعا نشوف center وين هذا اللي هو center هنا وطبعا راح نضيف هنا بالبداية راح يكون هنا start contact ممكن ناخذ copy ونضيف بهذه المنطقة ممكن يكون end ممتاز طيب هذه الخطوة الأولى إذا أجي أضغط على control s راح لاحظ أنه راح يكون عندي بالمنتصف فلابد أنه يكون كل هذه الأجزاء تكون بداخل div هذا div أقدر أنطي width طيب هنا هذه الأجزاء عفوا طبعا ويا ال h1 فرح أجي أضيف div 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 مثلا راح أسمي مثلا cont cont جاي من container أو جاي مثلا من contact فأضغط على tab هنا وراح أخلي كل هاي الأمور بداخل هذا div اللي هو اسمه cont ممتاز أجي هنا هذا div اللي هو اسمه cont فأصعد فأصعد إلى الأعلى هنا أضغط dot cont وأضطي width راح يكون هذا width الف bx إذا إذا أجي أضغط على refresh راح لاحظ أنه أصبح عدي هذا div اللي هو تصل بنا ممتاز طبعا نجي ممكن هذه شوية نوسعها ممكن أنه الـ h1 ننطي padding هنا ممكن ننطي هنا padding ممكن يكون 20 bx control s ممتاز طبعا وصلنا لمنطقة الفورم وكملناها وراح طبعا نتوقف وراح نكمل إن شاء الله بتطبيق آخر نلتقيكم في المحاضرة القادمة بإذنه تعالى